تعال نشوف تغريدة أحمد حسن كوكا لدعم فلسطين واللي تخطط ستة ونص مليون مشاهد فتصبح التغريدة الأولى على مستوى العالم ناص التغريدة بتاعت كوكا بيقول انتقلت إلى أوروبا منذ حداشر عام ولهذا السبب لدي متابعين وأصدقاء ليسوا عربا لذا فإن هذا المنشور وقصصي التي أشاركها عن فلسطين مخصصة لكم أنا وأصدقائي العرب نعرف جيدا ما كان يحدث من عقود استولت إسرائيل على أرض فلسطين وقتلت ألاف الأشخاص ودمرت كل شيء وفلسطين بعد سنوات عديدة من محاولتها القتال حتى مع الأسلحة الصغيرة التي بحوزتهم ووصفتهم وسائل الإعلام الغربية بالإرهابيين قالت وسائل الإعلام الغربية أنهم قطعوا رؤوس أربعين طفلا لكن لم تكن هناك صور أو مقاطع فيديو تثبت ذلك لذا فهذه قصة كاذبة أنا ضد أي شخص يقتل المدنيين أو الأبرياء لكن الإرهابيين الحقيقيين هنا هم الذين يقصفون البلاد بأكملها اتنين مليون نسمة أربعين في المائة منهم أطفال يقطعون الماء والكهرباء والغذاء والوقود ويستخدمون الغازات المحرمة دوليا ويقولون أنهم يقاتلون الإنسان والحيوان كما نشر بعض المشاهير صورا لدعم إسرائيل يمكنك أن تقف مع من تريد فقط لا تكن أحمقا وانشر المأساة في غزة كما هي في إسرائيل أعتقد أنه إذا كانت لديك قطعة صغيرة جدا من القلب فسوف تشعر بالحزن الشديد والتضرر من الداخل بعد رؤية كل ما يحدث في فلسطين هذه الأيام وأنا بكلمك دلوقتي التغريدة وصلت إلى 8 مليون و300 ألف قراءة أنا بسألك أنت شايف أنه دا رياضي ولعب كرة شهير وزي ما قال ملخصا أنه لديه علاقات ولديه متابعين وبدأ يشوف اللي بيحصل وقرر أنه هو يعبر عن ما يحدث ولكن بالواقع بمنتهى البساطة هو قال الحقيقة أنتو بتقولوا إيه؟ أنتو رايحين تقتلوا كوكالي بيقول لهم أنتو رايحين تقتلوا بخطابكم الرسمي المعلن رايحين تقتلوا أكتر من 2 مليون بني آدم 40% منهم أطفال أحنا بتكلم أنه في غزة تقريبا سكانها تقريبا حوالي 2.3 مليون بني آدم 40% منهم يعني إحنا بنتكلم تقريبا في حوالي 850 ألف طفل سردية الاحتلال ومناصر الاحتلال بيتكلموا عن 40 طفل إسرائيلي وكذب قطعوا رؤوس 40 طفل إسرائيلي كذب بس الأكيد أنه الاحتلال قال أنا داخل علشان أجيب غزة على الأرض الأكيد أنه بنيمين نتانياهو قال أنا داخل أجيب غزة على الأرض الأكيد أنه غزة سكن فيها 2.3 مليون بني آدم الأكيد أن فيهم 850 ألف في سن الطفولة يعني إسرائيل هترتكب جرم إنساني فادح هو الأكبر مش يكاد هو الأكبر والأفدح والأكثر جرماً ووحشياً على مستوى العالم بقتل 850 ألف فلسطيني 850 ألف طفل فلسطيني هم اللي بيقولوا دي سرديتهم دي دعوتهم الرسمية دي بياناتهم اللي بيقولوها طيب في ظل نفس الكلام وعلى نفس ذات الصياق ومن خلال تقريباً نفس الزوايا ترجمة نانسي قنقر